عزيزي المشاهدين أهلاً ومرحباً في برنامج القرآن دراسة وتحليل إحنا الحقيقة عملنا سلسلة كده مخصوص علشان ما سمي به حادثة الإفك لاحظنا أن الحلقة اللي فاتت كان موقف الشيعة رافض تماماً بأن الآيات اللي نزلت عشان تبرق عائشة دي مش لعيشة خالص ما اللي كانت لمين؟ لماريا القطية هنكمل في موضوع حادثة الإفك بس قبل ما نكمل في الموضوع ده أرحب أخوي مالك أهلاً بك أخت فرحة وأنا بجمع الأخو المشاهدين ونتمنى كمان يكون صار عنه فرصة يشوفوا أن التاريخ اللي أوجه مختلفة التاريخ كما قدمه الشيعة يختلف عن التاريخ كما قدمه السنة التاريخ كما قدمه السنة أيضاً له أوجه متعددة نحن اليوم منحاول مع بعضنا نصل لأفضل صورة حقيقية للتاريخ المتضرب بين جميع المذاهب الإسلامية على الرغم من كلامك يا أخي مالك لكن الحلقة اللي فاتت أنا شفتك كده يعني بتحاول تدافع عن عائشة رغم أن احنا قلنا في البداية احنا مش قضاء لا بنبرأ ولا بندين حد نعم أنت سأتنا للسؤال وكان تعليقي أني ما كنت أنا أدافع عن عائشة أنا كنت أسعى لفهم دوافع تصرف عائشة الأرجح أن يا عائشة في هذه المغامرة الليلية مع صفوان حدث شيئاً ما وعلى أساس هذا الموضوع صارت شكوك قوية وصارت إشاعات أقوى وانتظر محمد أكثر من شهرين وحوالي 67 يوم على الأقل لحسم أمره وجلب آيات تبرع عائشة مثل ما طرحتي أنه كان ينتظر علامات جسدية على حدوث حمل أم لا انتظر أكثر من شهرين فحالياً نحن واثقين بأن حدث شيء مريب في تصرف عائشة السنة أخذوا الجانب أنه لا يمكن بما أن الله قد برأ عائشة الشيعة رفضوا هذه التبرية وقالوا أنها معانية بها مارية قبطية تجاه اتهامات موجهة من عائشة نفسها نحن نعتقد أن عائشة هي ضحية سلسلة من الظروف خارجية وداخلية وربما على رأسها حياتها الصعبة في بيت محمد سلسلة من الظروف؟ الظروف الخارجية والداخلية هي اللي عملت كده؟ اللي ممكن كنت فتلها تصرف ما تقول لنا الظروف دي ايه؟ فيها رح نقسم الظرفين الظرف الأول الخارجي أن عائشة كانت في رحلة مع محمد غزوة مشهورة غزوة بني المصطلق بعد نجاح الغزوة لما كان الناس تستريح قرب أحد الآبار صار شجار بين الناس من الأنصار وبين الناس من المهاجرين طبعا بعض اللي قالوا أني المهاجر كان يجير لعمر أو يختلفوا بالتسمية المهم حدث شجار بين مجموعة من المهاجرين والأنصار على حق الحصول أولا على الماء في جنب بير معين نعم فأحد الأشخصية الهامة اللي كان اسمه عبدالله ابن أبي سلول كان هو موجود في هذه الغزوة ومشارك في هذه الغزوة رغم أنه كان رأس النفاق وهي غريب طبعا فبيقول عبدالله بالشكل التالي لما صار هذا الشجار والصدام بين المسلمين أنفسهم لقد كثرنا المهاجرون في ديارنا والله ما أمرنا وأيهم إلا كما قال الأول سمن كلبك يأكلك أما والله إن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا العزو منها الأذل فكانوا الأنصار الأنصار على الأقل شريحة الخزرج وعلى رأسهم المجموعة التي سميت من المنافقين كانت في حالة غضب شديد جدا على تصرفات المهاجرين وكانت غاضبة وحانقة من محمد لما رجعوا إلى المدينة وظهرت في الصباح مع تبشير الصباح عائشة على الجمال برفقة صفان كانت فرصة لهذا الجناح الغاضب من محمد أن يزيدوا انتقاما أو يزيدوا تعبيرات غضبا من محمد من خلال إدانة عائشة بشكل أكثر يعني أصبحت عائشة في هذه اللحظة أداة تصويت حسابات بين المنافقين ومحمد طيب يعني خليني أشوف كده أنا فهمت أصدق ولا لا إن المهاجرين والأنصار كانوا فيه إشكالية بينهم وبين بعض فيه غزوة بني المستلق نعم كانوا فيه خناء على المية المهاجرين عايزين ياخدوا هما المية والأنصار ده يعني دي حاجة تبعهم دولة وفدين علينا فهم اللي عايزين ياخدوا الحاجة دي الأولوية الحصول الأولية يعني دخل سكتنال ودخل بحمار وزيب نعم فمن الأنصار كان مين اللي بيقاتل معهم ابن أبي سلول ابن أبي سلول اللي بيقولوا عليه رأس المنافقين نعم وهم رجعين كان فيه حنق جواهم تجاه المهاجرين والمحمد وانا هو rituals وانا هو رجعوا وشافوا عائشة وصفوان نعم فقالوا ايه ها ندخل ديف دي وانصف حسابنا مع محمد ولحظي مسألة مهمة كمان اللي بأكد على أن جزء من الأنصار كان حانق المهاجرين حتى حسان بن ثابت شعر محمد انحاز للطرف الذي يدين عائشة يعني بلحظة من اللحظات شعر حسان أيضا هو مغلوب على أمره في المدينة وفضل الانحياز إلى قومه إلى الأنصار أو إلى أهل يثرب فأيضا انخرط في الأحاديث التي تروج لحادثة الإفك وممكن تكون دي حاجة زعالتهم برضو أن حسان ينضرب العنصار يعني برضو عزت نفسهم احنا استضافناكم عندنا وجايين كمان تضربوا حسان عندنا ممكن تكون كده طبعا ضربها ويصار في نهاية الحادث الإفك لما قام صفوان ابن ماطم يضرب شكرا على التصحيح فنحن حاليا نقطة على بلا شك أنه كانت عائشة أيضا في هذا التصرف المريب كان من جهة الأنصار يسعى للانتقام من محمد من خلال النائل ما سمعت عائشة وكان من الواضح أن عائشة نفسها قد قامت بمحاولة الانتقام لنفسها من محمد من خلال هذه النوارات انتقام لنفسها من محمد ليه؟ في مؤشرات توحي أنه كانت عائشة واقعة تحت ضغط نفسي كبير وساعت للانتقام بنفسها لماذا نطرح هذا السؤال؟ نفكر أنه ليس ما أقول عائشة يعني لما ذهبت تبحث عن العقد الخاص فيها فليس ما أقول هي لما غادروا العسكر ما شافت أبدا تحرك العساكر ما شافت مشاع للناس يعني في مكان واسع أما اعتمادا على ضوء القمر وبالنتيجة كانت مجالة رؤية واسعة وقدرها أن ترى الجيش وأما إذا كانت في عتمة مطلقة فاعتمادا على المشاعل ولابد أن حركة المشاعل كانت ستلفت أنظارها كمان نقطة ما هي المسافة التي ممكن تكون قطعتها والناس تتحرك وهي لا تدري أني ناس تتحرك ما ممكن تكون سمت أي صوت فكل المؤشرات أني عائشة في هذا الغياب كانت تقوم بشيء مريب جدا يعني كان غياب مقصود هل هي تحاول تنتقم من محمد مثلا؟ أنا أعتقد أن هناك سببين مباشرين ندفعوها لهذا التصرف انتقاما من محمد السبب الأول هو زواج محمد الذي كان قبل فترة خريبة جدا من زينب والسبب الثاني زواج الذي حدث أثناء معركة بني المصطلق من جوائرية يعني تجوز زينب قبل حدثة الاتنين تجوزهم قبل الحدثة واحد الزواج ربما قبل سنة أو أقل والثاني تزوج أثناء أثناء الرحلة قبل الحدثة مباشرة وربما قبل بيوم واحد ممكن لأن الحادثة غياب عائشة كان مع صفان أثناء الرجوع ومحمد تزوج جوائرية بعد الانتهاء من المعركة يعني ممكن نكون بين زواج محمد جوائرية ومغامرة عائشة مع صفان ربما يوم أو يومين وبالأكثر ثلاثة أيام طب نتكلم الأول على زينب الزينب يمكن الجميع من الأخف المشاهدين بتذكروا أني نحن عملنا حلق سلسلة من ثلاث حلقات عن زينب وعلاقتها في صورة الأحزاب وكيف أني زينب تزوجت زيد بن محمد في التبني عن كره منها وذاتها مرة زيد كان غائب في المنزل هي ملخص القصة فجاء محمد للزيارة فلفت نظره أن يصار فيه جمال أكثر من المعتاد عن زينب يعني أعجبته من الأخ وكان عبارته الشهيرة سبحان الله مقلب القلوب وبعد هذه الحادثة صار سلسلة أمور تم على أثرة طلاق زيد وزينب ويقال أني بعد انتهاء العدي أرسل محمد لما يخطب زينب فزينب ذكرت أني محمد فرض عليها الزواج في آية قرآنية وهي زوجة ابنه في التبني فقالت عبارة الشهيرة أن هي تريد أن لا تعمل شيء حتى أن تشاور ربها أو تنظر ماذا يقول ربها بمعنى توحي بأنها تريد وحيا من الله فالحادثة الخطيرة جدا على شكل التالي هي العبارة التي قالت فيها ما كنت أحدثه شيئا حتى غامر ربي يعني كيف هي رح تحادث الله وهي ليست نبية وليست قديسة فهي تعطت إشارة لمحمد يعني جب لي جب لي آية خلصنا متما تعملت جبت لي آيات في أمور الصحة فعملت لي آيات فالقصة على شكل التالي بتقول أني كان العبارة على شكل التالي كان محمد هنا برأي هذا الجرح الأول محمد يجرح عائشة هاي الجرح الخطير كان محمد لدى عائشة السامر معها وإذا هن الاقتباس بيجي وإذا أخذته غشية فسرية عنه وهو يبتسم ويقول من يذهب إلى زينب يبشرها أن الله قد زوجنيها من السماء وتلأ فلما قضى زيدا منها وطرا زوجناكها في سورة الأحزاب الآية سباة 30 تخيلي أني الشخص يأتي بآيات وهو في أحضان زوجته للتزوج من أمره أخرى طبعا يعني كارسة كارسة وطبعا يعني أكيد هذا التصرف أو هذه الآيات الخطورة في أنه كان مع عائشة يتسامر معها يعني كان في لحظة مرح ولحظة سعادة حسب الرواية الموجودة عند أبا السعد والإصابة فبهذه اللحظة تيجي الآيات فأكد هذا كان جرح خطير أولي بأكد نظرية الجرح الخطير يعني في عنا شاهد لكاتب إسلامية بنت الشاطئ بتقول بنت الشاطئ بتوصف لحظة الزواج بتقول أني لما تزوج محمد زينا باتت عائشة ليلتها فريسة الغيرة كاتب إسلامية تستنتج من سيكولوجية أي إنسان أو المرأة طبيعي أني تشارب الغيرة باتت عائشة ليلتها فريسة الغيرة وكذلك غارة نساء النبي ودقنا بهذه العروس الجديدة تعتز بجمال وشرف وقرب من رسول الله وبأن الله هو الذي زواجها فأتخيلي أني هذا الصدمة الأولى اللي يوجه محمد لعائشة أني قرر يتزوج وإثناء التساور أعرف يا أخي ملك فاكر مرة قلت لك تفرج فيه برنامج في التلفزيون دلوقتي راجل بيعمله يعني موقف مقلب يعني في زوجته تبقى زوجته قاعدة كده وتفاجأ أنه هو داخل عروسة في إيده ودخلين وبيزفوهم هما الاتنين الزوجة بعد ما هي بقت ما كانت يعني ست حاجة فضيئة خالص يعني تتحول إلى وحش مفترس البرنامج على 30 حلقة ما فيش ولا مرة زوجة قالت أوكي ده حلال وزي ما أنت عايز ما فيش ولا مرة بالشتيمة والضرب يعني تتحول إلى وحش مفترس فأنا ممكن أصدق فعلا الكلام ده هوت يا أخي ملك واللي بأكد طبعا نحن صرنا نعرف كمان كيف أنه يعملوا بعدين مجموعة من المؤامرات زينب عفوا حفصة وعائشة ضد زينب بقصة المغافير الشهيرة ده قراء تؤكد اللي احنا واللي بأكد كمان ذلك أنه نحن ذكرنا في الروايات على أنه من الناس التي روجت في موضوع الأفكانت حامنات وابنه زينب أخت زينب فهذا مؤشر أنه حامنا أيضا شعرت أنه عائشة يعني يعني تعادي أختها زينب فانخرطت أيضا في سلك القائلين بالأفك دي فعلا أختها زينب بالشكل غير مباشر يعني أخت زينب حامناه كانت مشاركة في الترويج بالزبط كده فكل القرائم بتدل على أنها كانت طعن نجلة في قلب عائشة في لحظة دقيقة طبعا يعني واحدة معجوزها وبص لها يقول روحوا خبروا زينب أننا يعني خلاص هتجوزها وهي على زمة رجل تاني كتبالك من الكلام يعني فدي حاجة طعنة كبيرة نخش على الضربة الثانية أو الطعنة النفسية الطعنة النفسية التانية اللي هي زواجه من جوائرية صحيح هذا تم الزواج من جوائرية على الشكل التاني القصة على الشكل التاني أني هي جوائرية أول شيء كانت امرأة مشهورة عنها الجمال بيقول المسلمين رواية إسلامية أني لما انتصر المسلمين على بني المصطلق كان في جملة من الأسرة ومن ضمنهم جوائرية كانت إحدى الأسيرة أسيرة أسيرة رواية الدائنة كانت أسيرة وتقول الرواية أني جوائرية كتبت للمقاتل المسلم على نفسها يعني كتاب تتاحد فيه بدفع الفدية معينة ما حددتها ما هي الفدية عشان تفك نفسها نعم فسمح للمقاتل المسلم بالزهاب للتأمين المبلغ أو تأمين الفدية بتقول الخبر أني ذهبت جوائرية إلى محمد لي حتى أن تستعينه في دفع الفدية يعني المرأة الأسيرة كتبت على نفسها أن تدفع الفدية وذهبت إلى قائد الحمل العسكرية إلى قائد المقاتلين الذي أسر الناس أن يساعدها ماليا في دفع الفدية يعني هذا تصرف بالأصل مريب طبعا مريب بيعطيحها أني جوائرية متخزقرة تروح لعن محمد بهدف في زهنه في يعني بتفكيره أنا أعتقد بكل الأحوال أني جوائرية لم تكن أسيرة مريب كانت تدري أو تسمع عن محمد أنه رجل يحب النساء وكان بين الأسرة مجموعة كثيرة من قومها فأجت لعن محمد بعد انتهاء المعركة بحجة أن هي رح تحاوره ولكن هي كان في زهنه هترمش بك علي بحيث أني يعني ضحي في نفسها تحريرا لقومها لأنه الخبر بيقول على شكل تليني إجت جوائرية فإيش الوصف عنها بتقول جوائرية بنت الحارس عائشة نفسها ماذا تصف جوائرية كانت امرأة حلوة ملاحة لا يرى أحد إلا أخذت بنفسه فإذا باعتراف عائشة كانت جوائرية من النوع الفاتن التي كانت تأثر أي شخص يشوفها فالجوائرية كانت جاي وهي بيعندها الفتنة الشديدة فإذا كانت عند خطة لتقدم نفسها لمحمد يبدو مقابل معها لأن القصة مريبة فحدث الوجود أن يجد جوائرية في شكل الفاتن والملاحة والملاحة باللغة العربية هي أبلغ من المليح يقول يعني شكل حجة تقنن نعم فبتبع عائشة الوصف انطبع عائشة لما كانت هي مع محمد واجت جوائرية لعند محمد بتقول بالحرف الواحد فكرهتها فورا نشرت فيها وعرفت أنه أي محمد السيارة منها ما رأيت يعني أنا من لحظة دخول إلى مكان وجودي محمد شعات الكراهية تجاه لأن محمد سيرى هذا الجمال الذي رأيته منها يعني تعتبر دي الطعنة التانية لسه هو الطعن هم تجي الطعنة طبعا بتجي يعني يعني يا حرام ضربتين في الراس ضربة واحدة توقع ما الضربتين فالرجل يعني الرجل لما سمع من القصة محمد فقدمنا فتقول أني طالبت الرواية الإسلامية تقول أني طالبت منه المعونة لفكاك نفسها فهو محمد قد تقول الخبر على شو رأيك أني أنا عندي أفضل من ذلك فسألته ما هو الأفضل من ذلك على أن بتفعلك كل الفدية تبعتك وتتزوجيني تديني نفسك تتزوجيني وهذا الخبر اللي خلينا أنا أشك أن هي قررت الضحي بنفسها لأجل قومها بيقول الخبر أني لما تزوج محمد أطلق المسلمون صراح الأثر الذين كانوا بحوزتهم وقيل أطلق صراح مئة أسير وهذا الكلام موجود عند ابن هشام ابن هشام أني أطلق صراح مئة أسير مقابل هذا الزواج مئة أسير مقابل هذا الزواج طيب تخيل كل أسير من المفترض أن يدفع عليه فدية معينة مئة أسير ربما كان ثروة كبيرة جدا للمسلمين مقابل هذا الزواج أطلق صراح مئة أسير حسب ابن هشام فإذن جوائرية كانت ليست أسيرة ولكن هي دخلت يعني عن محمد بعد انتهاء المعركة بقرار منها لتنقذ مئة أسير من قومها وربما كان يعني والدها أحد الأسرع وربما كان لدي أحد من عائلة ولكن هذا كان قرار منها عشان تنقذ العيلة طبعا هذا القرار التضحي من جوائرية يعني لا يهم عائشة بأي سبب بالأخير الرجل تزوج يعني عليها مرة أخرى وفي ميدان المعركة فالرجل يتزوج في ميدان المعركة امرأة تشعر يعني عائشة تشعر بالغيرة رح أوقف عن نقطة طريفة بتقول طيب ليش يعني أني هي عائشة كرهتها باعتراف السهيلي السهيلي يقول من الغيرة عليه يعني من غيرة على محمد والعلمي بموقع الجمال منه أني لأنه عائشة كانت غار على محمد فلما شاهدت جوائرية شارت تجاه بالكرهية زائد والعلمي بموقع الجمال منه يعني تعرف أني هذا الرجل يقدر الجمال فأني مجرد ما يشوفها رح يعمل شيء ما أو يقدم تنازل ما فهي تقديرا يعني ومعرفتها بمحمد زادت كرهتها فتخيلي هذه الطانق الثاني أني محمد في المعركة والناس لديه أسرة وهي إلى جواره يتزوج وبحضورها أيضا بالزبط يعني هي شافة اللقاء الأول آه أتت إلى محمد وهي إلى جواره صار نقاش محمد أرض عليها الزواج فتخيلي يعني هذا الطانق طانقات كثيرة يا أخي مالك كانت بتغير أولا كانت بتغير من خديجة اللي هي ماتت يعني دي شخصيتها اتنين كانت مدايقة سودة بانتزامها آه تلاتة اتجوز زينب أربعة اتجوز جوائرية فالستة يعني وصغيرة في السن يعني دايما تحب أنها هي اللي تبقى الأول والأبد يعني صح؟ طبعا أنا حيب أقدم طالقي خارج سياق الموضوع تفضل آه السهيلي في شرحه لكتاب حتى نعرف المسلمين أو رؤية الإسلامية بشأن المرأة السهيلي بشرح أني أني محمد كونه مسلم لا يجوز له أن يتأمل النظر في جوائرية يعني المسلم يمنع عليه نظر إلى الأجنبية التمتب في الجمال أي واحد أجنبية السهيلي عنده التبرير يعني ليش محمد تأمل في جمالها بيقول السهيلي شرح كتاب ابن هشام صفحة 27 بالجزء الأول هنا موجود الشاشة السهيلي يقول السهيلي لأنها كانت امرأة مملوكة إني لأن امرأة مملوكة ولو كانت حرة ما ملأ عينه منها لأنه لا يكره النظر إلى الإماء فالرجل يعني جوز لمحمد النظر والتأمل في جمال جوائرية بحجل أنها مملوكة مملوكة فهي النظرة بتخلينا نفسر ليش المسلمين عندهم أعلى نسبة ما يسمى تحرش أو نظر سواء في الدول العربية أو في الدول الغربي لأنه باعتبار المرأة إذا ما يواقع تحت شروط الإسلام ومحجبة بمعنى هي أبحث لها نفسها فيجوز التأمل بها لحظي أني ليش أعلى نسبة تحرش نساء موجودة في العالم العربي ومصر أظن هي الأعلى طبعا الأعلى هي مصر ليش كثير من المسلمين يتحرشون بالنساء في الغرب ويجيزون كثير منهم يعني يتحرش على شان بيعتبروهم أن دولة إماء نعم إماء أيها هذا التفسير إذا كان القدوة العليا أي محمد بمعنى النبي عمل كده فأني هو يجوز له تأمل في جوائرية لأنه كانت أما ولا يعني ولا يعني يمنع النظر حضرتك قلت دلوقتي إنها من رأيك إنها ما كانتش أسيرة أنا برأي ما أسيرة ولكن أعطيك لكن أجنبية أنا أعطيك التفسير جانبي لإنخرج سيق الموضوع أني تفسير ليش محمد بص بص حسب العقلي الإسلامية حسب العقلي الإسلامية أنا حيب أني أنت تعرفوا بص بص عندكو برضو نعم البص بص صارت في العالم في العالم العربي كله فتخيلي أني فعلا المشروع على الشكل التالي أني لا هو ما يمرتبط هو التفسير استند عليه الفقهاء فيما بعد لجواز الإساءة لنساء الأجنبيات لا السبب في الغرب يعني المسلمون يعني يعني ينظرون باستخفاف إلى النساء الأجنبيات وأحيانا يعني يتخذونهم أهدافا يعني لمغامراتهم بحاجة أنهم يعني كافرات أو ما شابه ذلك طب ما عرفش يعني أنا حاسة كده أن أنا لازم أبروز الجزئي اللي حضرتك قلتها للإخوة المسلمين دلوقتي لأنهم ممكن يقولوا إيه الكلام اللي بيقولوا الأخي مالك ده في الإسلام يجوز للرجل يعني عورة الأمة من الصرة للرجبة فقط من الآخر كده عورة الأمة من الصرة للرجبة يعني أي راجل مسلم ممكن يشوف أي وحدة تانية غير مسلمة تعتبر هي أمة بالنسبة له عشان كده نسبة التحرش عالية جدا بغير هو بيعملوها دلوقتي مع المسلمات بس بغير المسلمين بيعملوا أكثر من كده حتى لما بيعملوها مع المسلمات عندهم مبررات أنهم غير متقيدات باللباس الشرعي الإسلامي أيوة حتى دايما يقولوا هي اللبس بتاعه هو السبب يعني كل حاجة هم السبب يعني القصة الشهيرة اللي حصلت في أحد جامعات القاهرة وأن كانت فتاة تمشي وبلباس فقط يعني يمكن تكون بلا حجاب وفيه نوع من التأنق فهاجموا عليها مجموعة من طلاب الجامعة المصريين والتحرشوا بها ومزقوا لها ثيابة هذه الشهيرة وكان البعض قدموا لها التبرير أنهي كان لبسة فاضح يبقى إذا كان رب البيت بده في ضرب فشيمت أهل بيته فأنا أتوقع كمان المسلمين لما محمد اتزوج جوائرية في هذه اللحظة وعائشة اختفت استنتجوا ما بالأخير الناس ليسوا سزاج يعني عبد الله بن أبي سلول اللي كان على شفى أن يصبح ملكا على المدينة قبل ما جاء محمد كان أكيد شخصا تحلى بنوع من النظر والحكمة النساء الأخريات في المدينة الرجال آخرين أكيد كان عندهم استنتاج وواعي أني محمد ما دام تزوج في هذه الليلة ولاحظي في مسألة خطيرة تفضل يعني تزوج ونحن وانطلق فهو كان يعني ليش ما أدرك عائشة لأنه كان يبدو لأنه مع مع قويري نعم فبهاللحظة باليوم الثاني تختفي المرأة يعني الزوجة الأقدم عائشة فكل الناس في أكيد في المدينة أو في هذه الحمل ربطتها الأمور ببعضها يعني رجل يتزوج أمرأة تختفي أكيد في أمر ما حدث صح أنت عندك فهذا الرواية يعني أميراي هذا السبب أنه طعنتين قاسيتين وجهة قالوا لهم محمد قبل الرحلة أو قبل الغزوة زاد وحدة بعيد الغزوة إحنا ما قدم ناشا لدقيقة نعم مش عايز تضيف حاجة في الجزئية دي أنا ممكن بس أطرح مجموعة من الأسئلة وهي أطرحها ونكمل في الحل بعد لا السؤال ممكن سريعا أني محمد فعلا يتحمل شي من المسئولية أني هو كيف باب يدرك زوجة غائبة هل كان مجمول مع الجوائرية في ليلة خاصة بينهما السؤال محمد لماذا لما رجع إلى المدينة ما نقاش عائشة بشكل مباشر يعني لتزموا صمت شهر كامل في المنزل ثم شهر آخر فيما بعد وليش محمد استشار فقط علي وأسامة وما إجعل الوحي في السماء والنقطة الثانية سواء الموضوع بتعلق بعائشة حسب السنة أو بمارية حسب الشيعة فلماذا لم تدخل السماء فورا لحسم المسألة لماذا تريست السماء كل هذا الوقت وعصبة تتحدث وعصبة تنشر الإفيك وعصبة تسيء إلى الناس وتعملها الشوشرة يعني لماذا كانت السماء تتأخر عن إنقاذ المسلمين بالضبط شكرا جزيلا لأخي مالك لماذا تأخرت السماء عن محمد لإنقاذ محمد وإنقاذ كل المسلمين بآية لتبرئة عائشة تأخرت السماء شهرين ليه كده ليه كده يا رب نشوفكم في الحلقة القادمة شكرا جزيلا شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر